وفي هذا الإطار وردت العديد من الأسئلة من عدة صحفيين على لجنة خمسة زائد خمسة التي يحتزم السيد غسان سلامة لاجتماع بها في جينيف ونأسف لعدم الإجابة لعدم وجود أو لعدم ورود ما يفيد حول هذه اللجنة من القيادة العامة وأعتقد أن الأمر لازال خارج نطاق الإعلام كذلك تريد إلينا أسئلة عديدة حول إخفال الحقول والموانيد النفطية وبمنا نحن رسنا أصحاب قرار إخفال الموانيد النفطية فنأسف على الإجابة على هذه الأسئلة إن هذا حراك الشعبي يقوده الشعب الليبي عن طريق حكمائي وعقلاه وعن طريق ابنائه والإجابة تجدون عن تاولا الموقف العام للقوات المسلحة والحمد لله قواتكم اليوم تفرض السيطرة كاملة على أغلب ومعظم الأراضي الليبية وبعد عملية تطهير مدينة سيرت زادت نسبة استحواذ أو تعمين القوات المسلحة على الأراضي الليبية ولذلك قواتكم المسلحة تحقق وتحافظ على السيادة الجوية الشبه كاملة أو الكاملة على أجواء الليبية كذلك الحاضنة الشعبية والدعم الشعبي كبير جدا وهو الدعم الحقيقي وهو المؤشر على شرعية عمليات القوات المسلحة الموقف الخاص بغرف العمليات القتالية قواتكم ما زالت غرب مدينة سيرت تتمركز في موقعها السابقة بعد العملية يوم السبت الماضي والتي عقدنا من أجل المتمر الصحفي استثنائي قوات ووحدات الاستطلاع بجميع أنواح تؤكد أن هناك تحشيد كبير لميليشيات مصراتة والميليشيات التركية على حدود منطقة الهيشة وكوبرا سدادة وحتى منطقة مصراتة وقدموا مجموعة من الدبابات وعربات الجراد والمدفعية إلى مناطق التمس وقاموا بدعم ميليشياتهم بالإرهابيين القادمين من سوريا عن طريق تركيا وهذا ما سمحت به غرفة العمليات بذاعته إليكم اليوم بالنسبة لطرابلس حسب الخريطة لازالت القوات المسلحة في تمرجزاتها السابقة في كافة المحاور القتال من الزطارنا على تخوم القربولي إلى تجورة إلى عين زارة صلاح الدين ومشروع الهضبة بالرغم أن الميليشيات التركية تحاول قصف قواتنا من حين الآخر بالأسلحة الثقيلة الرماية العشوائية بالأسلحة الثقيلة المدفعية والمدفعية الصاروخية تسبب بعض الضرار لمنازل المواطنين في منطقة قصر بن غشير والمناطق المحاذية لها هناك اشتباكات من حين لآخر لمنع أي تحرك للميليشيات حوله أو باتجاه بخطوط قوات المسلحة هناك أيضاً سكيرمشات لتحاول الهضبة من المواطنين ومنع مواطنين في مواطنين التدخل التركي أو الغزو التركي أصبح اليوم مواضح سواء أمام الليبيين سواء أمام الأشقاء العرب سواء أمام المجتمع الدولي عبر مطار مصراتا وعبر مطار ميتيقة والمواني التي في هذه المنطقة يتم نقل الإرهابيين الخطرين جداً من سوريا ومن سوريا إلى تركيا ومن تركيا إلى هذه المطارات والمواني أعتقد من خلال تقارير لدارة استخدام العسكرية أن تركيا تحاول جعل مناطق الساحل الليبي تمركزات خالصة إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الأخوان المسلمين ونقلت الكثير من تنظيم داعش خطرين جداً نحو الصحراء في الجنوب الغربي وأعتقد مرض ذلك أن عناصر داعش قد يكونوا تحت رقابة دولية ويكونوا مطلوبين للمجتمع الدولي الآن بالنسبة للصراج وحكومة الليوفاق لا تمثل الاتفاق السياسي ولا تمثل السياسة الليبية بل تمثل واجهة سياسية للمجموعات والميليشيات الإرهابية والميليشيات الإجرامية التي تتغول على العاصمة طرابس ونحن الآن السراج المنطقة المنطقة السياسي لا يتعلمون للمجموعات الليبية لا يتعلمون أي شيء ويكونوا مطلوبين للمجموعات التراريسية والميليشيات الإرهابية من التراريسية والميليشيات الإرهابية والميليشيات الإرهابية تم توزيعهم على محاور عينزارة في مشروع الموز كذلك في محور الزهرة أو كبر الزهرة السواني في هذا المحاور تم توزيع أعداد من هذه العنصر وهناك أمر جد خطير في طرابلس وهو استغلال المدارس لإقامة المرتزقة السوريين والأتراك وهناك مجموعة من درحيات والميليشيات الإرهابية والأتراك والسوريين تم وضحهم في معسكر العسا على حدود تونس ونحن نعرف الأهداف والنوايا من تمركز هذه المجموعات في معسكر العسا أعتقد أن هناك نقاط طابعة القيادة العامة قاعدة الوطية الجوية كذلك مدينة سبراتة مدينة سرمان العجيلات هذه المناطق الكامل تابعة القيادة العامة رصدنا كذلك بعض المرتزقة والإرهابيين السوريين دخلوا إلى مناطق الجابل خاصة منطق الجادو كذلك تسريب مجموعة أساسهم من العمالة داخل مناطق القوات المسلحة كذلك نقل مجموعة من الإرهابيين الأطراق والسوريين إلى مدينة الزاوية مجموعات الإرهابي المهرب هرب الوقود جويلي موجودة في منطقة جفارة وفي المحمية خلف منطقة سرمان كذلك بعض عناصر الإرهاب التركي تم نقلهم إلى غريان وأغلب هذه العناصر تم نقلها إلى غريان وإلى بعض المناطق متخصصين في أسلحة معينة مثل أسلحة المدفعية والمدفعية الصاروخية وأسلحة الهاون وغيرها من الأسلحة تحتاج إلى خبرات عسكرية